السلام عليكم البنات تمنى تكون بخير وعلى خير اليوم اجبت لكم فيديو جيد هذه المرة سوف نحطر لكم على المنتجات التي يقومون للناس الذين لديهم البشرة فيها الحبوب والبشرة الدهنية كما نعرفون البنات الأغلبية البشرة التي يكون فيها الحب تكون البشرة الدهنية يعني قليل الذي تلقي البشرة جافة يكون فيها الحبوب البشرة الجافة يكون العكس البشرة الجافة يكون فيها التجاعد مبكرة يعني يكون عمره صغير و تلاحظي التجاعد في البشرة ديالك قبل أن نبدأ هذا الفيديو الناس الذين لديهم البشرة جافة يبقى يديروا دائما الإدرتاتيون في البشرة يعني دائما يرطبو لوجه ديالهم يرطبو الصباح و عشية و يبقى يغسلو بواحد الغسول ديال الوجه اللي كنت ادرت لكم فيديو سوف نضعه لكم تحت من هذا الفيديو خاصة على البشرة الجافة المهم دائما يدوء البنات بأول منتاج أول منتاج اللي جربت و عجبني بزاف أنا دبرت عليه في جوجل تصويرات بالعربية باش الناس يعرفوا باللي را كان في الدول العربية و كان في جامع الدول أنا كان شري واحد من بريمور يعني موجود غير في بريمور كان شريه مكتوب باللغة الإسبانية بطبيعة الحال المهم أنا غدي نشرح لكم هذا الغسول هذا البنات كيليق من البشرة المختلطة حتى البشرة الدهنية و أنا صراحة عجبني بزاف 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 و كتحسي البشرة الدهاني قيحيد منها للحبوب و كيصف البشرة ديالك زائد الكريم دياله اللي قدي نشارك معكم دبást من بعد قد نحضر لكم عليه المهم د abajo نحضر لكم قليل هذا المنتج هذا هذا المنتج هذا من الماركة ديال هيمالايا و هاد المنتج هادا معروف في الدول العربية و في الدول الأوروبية يعني را هادا في جميع الدول المعروف هذا الهيمالايا وهو واحد الغاسول نيم و الخرقوم يعني كما نعرفون الخرقوم والعزوين كيف يفتح البشرة و دائما هذي الملاحظة اللي كنلاحظ في هادا فاش كنغسل به حاليا البنات كماليا و نصل بواحد دي المركزون اللي غادي نشارك معاكم و حتى هو زوين بزف لاش حت هذا ديال هيمالايا كين في بريمور و بريمور بعيد عليها و حاليا ما نقدروش نخرجوه في المونيسيبيو ديالنا المنتج الثاني البنات اللي غادي نشارك معاكم هو هاد الكريم هادا ديال هيمالايا هاد الكريم هادا اول اكتشاف لها هاد الكريم هادا اكتشفته في المغرب يعني فاش كنت في المغرب العام فايت الله العام الاخر مشيت المارجان بقيت كنقلب في البلايس اللي عندهم الماكياج و ذاك الشي باش نشوف الماكياج اللي كي يبيعوه في مارجان شيوه بانتالي على هذه الكريمة هادا رخيصها بزاف و باقت كان قنقرب كنقرب وبانتالي كانت لقلب البشرة الدهنية والبشرة اللي كي نوض فيها الحبوب و كتحيييد لي طاش ديال الحبوب و كتحيييد دكشي كم مو بانتالي رخيصها قلت مشي مش كين نعيد نجربها قلت ثالي المنتجات اللي كي حيييدو لطاش دكشي معروفين في المغرب قلت زمن منتج ديال المغرب راز واين بزاف رجحت لإسبانيا بعد 4 يام لقد قلت لماذا شريت منها كثيرا كنت تجربتها و أعجبتني كثيرا و فشلات الإسبانية بقيت نقلب عليها ما خليت فين قلبت عليها في السيدات و أمازون لقيتها غالية كثيرا أنا شريتها غير بشي 20 درهم باش شريتها في مارجان بقيت كان نقلب أمازون ما خليت فين قلبت خرجت لي في أمازون بقيت 23 أورو وهي 230 درهم جاءتني غالية بشي تقلب بريمور بريمور 1 لما يبيعون شغيل بوحده بقيت كان نقلب ما خليت فين قلبت حتى لهذا العام هذا هذا العام عاد باش بقيت كتقلب أختيك بريمور غير صدفة يتبع عليها يتقول لي بريمور راح جابو هذه الكريم لك انت كتقلب عليها في جامعة من المغرب صافي و صراحة فرحت و شريت منها و هذه الكريم ماديرة و أعرف كثيرا كتحيض لطاش الحبوب كتحيض لوجه كيبان صافي 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 يعني كيبان وجهك صافي ما فيه نقطة الحبوب يعني منين كتديرها؟ أنا صراحة جات معي ولكن ما نعرف أن الناس الخرين متتبعات اللي يشاهدوني ما نعرفوا لكن أنا جات معي بزاف من الآن من ضروري من الضروري من ضروري من ضروري إلى أن تنطلع كريم لك شريك ماديرة كيبان صافي صافي صافيص و موجود من ضروري لأنها تحتاج لك مباشرة في البشرة المهمة الكريم هي الجيل بالنسبة للمشاهدة من المركضون سوف نترك لكم في الفيديو و سوف نتحرك لكم في الفيديو و بالنسبة للمنتج البنات جربتها واحد مرة و بالنسبة للمشاهدة و كنت قلت عن كريم الهمالايا و لم تتفرق معه و كنت قلت عن كريم مرطب و لا يوجد كريم الهيمالايا و كنت تشعر بجميع الكريم مرطب لبشرة الدونية لا يوجد شيء يديرها انا قلت لكم كتجربة كنت جربته واحد المرة هذه عامين و لم يزال شريته لكي الناس الذين يشاهدون يأخذوا عني فكرة بالنسبة لي جاني عادي ليس شيئا جانيت هذا المنتج جربته من بريمور بريمور اول اكتشاف يدير بأورو و 96 المهم هذا المنتج كنت اخذته السابون السابون لم أكملته لديه خانز خانز بزاف لماذا هذا المنتج مصنوعة من أسوفري او من المادة الكبريت كما نعرف الكبريت إلا قلبنا على أعليه كيف يفتح البشرة كيف يحيط لنا لطاش كيف يحيط لنا لطاش الحبوب كيف يحيط لنا الحبوب معروف بالحب شباب وهذا مكتوبة فيه مضاد لحب الشباب هذا كنت اخذته جيد صراحة ولكن كما قلت لكم السابونة سابونة تضرب بجوج أورو وهذا يضرب بأورو تدو تسعين وهذا الكريم إذا اخذت هذا الجيل تضرب بأورو تدو تسعين كان هناك بريمور موجود حيات مغاشر من الاستخدام كامل لا تستطيع أسرع ثم التزعون تستطيع أن للصوغة فإن صفر كانت تفقد حول تسعين وغير فإن كامل الكريم يصفي الوجهه و يبيض الوجهه و لكن لم يستطيع الروحه و كملت غيب الجيل و الكريم الذي سوف نشارك معكم الكريم للبنات هو هذا كي يلاقي الناس الذين يحب الشباب هذا هو جيل و الناس الذين يحب الشباب أنا لا أحب الشباب ولكن أخذي توقل كي يلاقي الحب الشباب سوف يكون فيه منتجات لكي لا يخرجوا لي الدهون في البشرة و أخذتهم صراحة جيدة و أعجبوني ولكن لم ألاحظت فرق عليها لأنه لا يوجد حب الشباب أخذي شيء واحد يجربهم الذين لديه حب الشباب و نرى ماذا سوف يقص الحب للأجنون أنا جنون الذي كان يقص ليه حب الشباب الحمد لله و أنه ينقص ليه غيك دهون و لن يوجد شيء يسبر الفندو تنفجه و بالنسبة للناس الذين يتعون لهم الحب سوى أحب برقيق أو أحب جباب أو أحب المراهقة أو أبنتك ينطل لها أحب المراهقة رقيقة اللي يكون في الجبهة أنا سأخذكم هذا آفين و أخذي شوية ثمن دياله أحب المراهقة و المهم ما نقولوش غالي ولكن كيدير بديك كده و 20 أورو فيه 400 مليلتر تبارك الله كبير و يتبع في جميع الفارماسية بالنسبة للناس الذين يسولوني يقولوني يفين كيتبع جميع الفارماسية و برافارماسية و أورلاين و أي بلاسة و جميع الدول فيه ناس الذين لهم الحب سوى مراهقة أو كبير نصحوا يغسل بها حتى هو واحد من هادوكام اللي ورد لكم غير هذا عالمي يعني موجود في جميع الدول و جيل الأخر اللي جربت صراحة جربت بزاف ديال الجيل يعني هاد الوجه ديال ليسكن يعني كلا جميع المنتجات موام هادا ديال كلين كلي جربته صراحة زوين بزاف أخذته واحدة من الخيس عفوان في بريمور أخذته بديك ثلاثة أوروش و الضوين زوين زوين هاد اليرد أني يحب لدون الحب الرقائر ما يخيط كل شيئ ما يحبا من نوع الذي يجربت عندما نجرب لديك بشكل لديك يوتيوبر لديك لديك ذاك لنسان يقولون اخذت أنا كنت قريت أن نفيدكم و نقتاشف المنتجات لتشارك معكم و أنا أولا نقتاشفين بمشاركة المنتاج لم يقوم بحق المنتاج و لا نحتاج الفلوسي و لا نقتاشفين و سمعتها نقتاشف من منتاج و لا تستفيدون و ستأتي و أ lawm فقط و لا تستفيدون أو شيئا لو كنت لدي قناة سوف نغسلغي بشكل مشكل ولكن انا كنفيد الناس يجب ان نكتشف منتجات ونجربهم ونهضر لكم عليهم هذا الشيء بالنسبة للناس اللي يقولون لي ايش حلقة تجربي وهذا البنات واحد الكريم للبشرة دونية اللي يتباع في ميركادونا صار حزوين بزاف يعني اتقضى لي اخذيته غير اليوم وكنت نيت فشك شفت بلني المسكريات اراجعوهم دلاري صغار ودل كبار المهم دلاري صغار كانوا ب3 اورو رجعوهم بأورو 50 اراجعت لكم واحد الاستادو خليت لكم في انستغرام وبنسبة لجيل الكريم هذا اراجعونا عليه هذا الصباح في انستغرام والبنات اللي عندي في انستغرام غادي يكونوا شافوا الصورة وغادي يكونوا يعني يعني بوريت لكم جيل ووريت لكم الكريم ديالو وقتلكم هادو هما احسن هدرت لكم عليهم في انستغرام بانتبال الناس اللي ما عندهم انستغرام ديالي راح تتلكم في بداية ديالفيديو دخلوه مرة مرة كنحط لكم المنتجات للصور ديالالمنتجات وبانتبال الناس اللي كيقلبوا على الكريمات اللي البشرة الدونيو في الحبوب اللي كانوا في مركضونا اللي اولا جربتها الثانية جربتها هذه الثالثة يلا هده بغيت نجربها نشوف كيف ديرها هذه اللي اللي سر وكانوا المقشرات خاصة بالبشرة الدونية وكانوا طوني كوك ولموزي الماكياج كانوا بزاف ديالحاجات خاصة غير بالبشرة الدونية وهذا البنات واحد الغاسول وفي نفس الوقت مقشر ديالوجه يعني غاسول ومقشر يومي صراحة الكليق الناس اللي عندهم البشرة جافة وعفوان البشرة دهنية وكيخرجوا في هذا البريو والحبوب وذلك شي تغسل بهذا الغاسول هذا اللي غاسول في نفس الوقت مقشر رأي بحال وبحال هذا الآخر غير هذا الخضر ديال البشرة المختلطة والعادية وهذا غير ديال البشرة الدهنية هذا الآخر منتج من الليدل وهذا هو آخر منتج من الليدل وهو كريم مرتب بحالة دوك ديال ميركادونا اللي أريد لكم وهذا ديال الليدل كريم مرتب للبشرة الدهنية وبنسبة للناس اللي غير يقولوا لي بابنتي عندها 16 عام أو 18 عام وعندها الحبوب بحال مراهقة في هذا الكريم هذا وهذا ديال البشرة الليدل مكتوبين فيه ديال خوبينيس مكتوبة إذا تقرأوا في السميتو مكتوبة للشباب وذلك الشيو الشابات وذلك الميركادونا البنات يجب أن تأخذوا لها الكريم ديالو وجل ديالو حتى وما دوزون فيه ما فيه مواد خيبة يعني ما فيه مواد خيبة اللي يقدروا يخسروا على البشرة ديالعه ولا شي حاجة أنا براسك أنا أخذهم حتى فش دوزون فيه أعطيني منتجات ما فيهمش منتجات خيبة والمهمة البنات نتمنى أن تكون فيديو ديالي وما لا تنسوا اللي لايكات وشكراً بزافة المرة أخرى إن شاء الله بسلامة